السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال هاد سفيفة هذي اللي صيبناها بالعقيق فبالنسبة للسيدات اللي ما شافوا شو الجزء الأول غاتلقاوا الرابط أسفل فيديو في صندوق الوصف الآن أنا غاد نكمل معاكم طريقة ديال التركيب ديال هاد سفيفة هذي اللي صيبناها بالعقيق العقيق ديال الكريستال فغاد نوريكم كيفاش تركبوها فوق توب مهم بالنسبة لي انا فغاد نخدمها كيفما قلت لكم على واحد الفراشة توب ديال الموسلين كيفما كتشوفوا معايا اول حاجة غات تاخذي العنق وغاد تقسميه يعني على جوج يعني مهم تاخذي تاخذي اي حاجة يعني باش غادت طبعي فغادت تحاولي انك تركبي سفيفة ديالك فوق هذ الخط هاد يعني انا في اللول طواي التوب على جوج وقسمته من نص يعني حاولت اناني ناخد المنتصف وباش نقدر ركب هاد سفيفة ديالي جي فوق المنتصف نيشان ونقدر ندور هاد هاد شكيل هاد على العنق مهم انا ما درش بزيف ما غديش ندوره على العنق كامل غندوره غير على هادك الجهة الامامية ديال الفراشة اما الجهة الخلفية غدي نخليها عادي غير توب المهم لي بغى تكمل الدورة ديالها كاملة فتكملها مش مشكيل وتلاقيهم من الجهة هادي للدهر علاش لانه نفس اللون اللي عندي ديال الفراشة المهم توما اللي بغى تستعمل هادك الخيط ديالنيلو باش حنا يخدمنا المشكيل ان هادك الخيط بيض وانا عندي هاد توب يعني كيف ما كتشوفوا اللون دياله فما بغيتش نكتر من هادك اللون الابيض والمهم عندي ان السفيفة سافي تبتهم زيان بهذاك الخيط فهادشي علاش خديت غير خيط ديال الجرارة العادي اللي كان خدمو بيه ودرتو على جوج يعني طويتو على جوج والان غتشوفوا معاي الطريقة باش انا غدير ركب يعني بالنسبة لسيدات اللي عندهم اللون فاتح يعني قريب للابيض فيقدروا استعملوا غير هادك الخيط ديالنيلو عادي هو اللي تبتو بيه الخدمة فوق التوب اما السيدات اللي عندهم بحالي يعني بحال هاد التوب هذا اللي ما كيكونش نفس ما كيميلش الابيض وما كيميلش حتى الاسود فاياخدو الخيط عادي وخدمو عادي مش مشكل مهم ضوبلو الخيط على جوج وتقدروا الضوبلو حتى على ثلاثة يعني مش اشكال لخافت انها تحل فتقدر الضوبل الخيط على ثلاثة لاحظوا معايا مزيان الطريقة ديال التركيب سهلة وبسيطة بزيف غير حاولوا انكم تركزوا على الفنيت وتمشيوا بشوية ليكم باش تقدروا ما تتزاقلوش على ذاك الخيط على ذاك عفوا على ذاك الخط اللي ارسمناه خسنا نقو هادين متبعين علي لاحظي معايا مزيان الان كنرجع الابرة فوسط هذيك العقيقة اللي انا فتها كنحاول ان نرجع يعني بحلا غدا تخدمي بالعكس كتقلبي لي ذاكو حد شوية فالان غدا نهبط يعني الابرة ديالي من هنا وغنطلعها مباشرة في العقيقة الثانية يعني اللي احداها علاش باش نقدر انا نعود نرجع فيها ونقدر نتبت كل العقيقة نتبتها بوحدة يعني هنا غد نبقوا غاديين كنتبتو العقيقة ديالنا كامل يعني وحدا وحدا ما منخلي وحدا شي وحدا يعني ضروري لاحظوا معايا كنهبط الابرة نحاول انني نخدم هنا كيف ما كتشوفوا يعني التوب رقيق بزاف وارطب التعامل معاها سعيب ماشي ساهل ولكن سيروا غرب شوية عليكم لاحظوا معايا مزيان دائما كان هبط في هديك اللولاق وكنطلع في الثانية وغدا نقلب لي ذا نحاولوا ان احنا نقلبوها باش نرجعوا الابرة بالعكس يعني ماشي ضروري انكم تديروا نفس الطارق تقدروا لابنت لكم شي طريقة اسهل فديروها المهم بابنت لي هالطريقة هي المزيانة لان عندي الدورة ديال العنق مسدودة يعني عندي التوب مسدود كون كان يعني التوب مفتوح قد جيني الطريقة اسهل ولكن مع الاسف عندي الدورة ديال العنق مسدودة هادشي علاش اطريت انا نستعمل هالتقنية هادي اللي مهم هو نتبته الخدمة ديالنا مزيان ومترجعش تتحلينا من بعد هادشي علاش انا استعملت هالتقنية هادي في النهاي دي الفيديو غتشوفوا معايا ومن اللي قلبت الخدمة كيف جاءت يعني الدهر ديالها وللداخل ديال التوب كيف جاء فغادي يعني اه دربة على دربة يعني الخيط غادي كامل وحدة على وحدة وليما تاقطش في ان الخيط مزيان تقدر تعاود او تاني دور اخرى يعني حتى تكمل هالدورة هادي ديال الخيط على جوج تعاود زيد دور اخرى ولتضوب الخيط تزيد دوبه و تضيره على ثلاثة او الاربعة ماشي اشكال نشوف غير على الحساب ووش غادي البرت ماشى ليها مع العقيق ولا لا لاحظوا معايا مزيان ان الان تبتتها كاملة يعني درت مع الجويه بجوج عالليمن وعالليسر والان بقتلية غير هاد سفيفا الرقيقة هادي اللي درناها غير على اربعة ديال اربعات العقيقات فغا نحاول اناني نتبتها اعلاق الدورة ديال العنق هنا نتابهوا معايا مزيان غادي نحاول اناني نتبتها من الجويه بجوج يعني عالليمن وعالليسر مويم انا غادي نتبتها غير من جيهة وانتوما مويم انا نتبتها من جوج ديال الجويه ولكن غتشوفوا معايا غير جيهة وانتوما كملوا ودوروا على الخدمة كاملة حتى ترجعوا المنتصف وتكملوا هذيك الدورة ديالكم لاحظوا معايا مزيان انا طلعت واحد شوية لاذاك الخياطة اللي عندي ديال دورة العنق وغادي نرجع الان في هذيك العقيقة اللي فت كما قلت لكم ما خصنا خليوا حتى شي عقيقة بلما انتبتوها بالخير ضروري يعني لان كما كتشوفو هاد توب راها كما قلت لكم مرطب بزاف ولخليتوش عقيقة متابتاش مزيان تقدر من بعد دياليكم مشاكيل هادشي علاش نحاول انتبتوه كامل البدية كتكون وحد شوية صعيبة ولكن من بعد غادي تسهال يعني هاد البدية يلي كتكون صعيبة ولكن فش غدا تدوري وتحاولي تتبتي يعني هاد السفيفة هادي من الجيهة الاخرى تجيك سهلا حتى تكون اصلا تبتناها من الجيهة اللولة لاحدي معي مزيان غير كالرجعو يعني هادشي عادي غير خياطة عادية غير كتتمي غادة كتخيطي دائما حاولي انك تجينيشان في هذك الخيط يعف العقيقة المقابلة انا مبغيتش هنايا نجمع يعني بزاف دي العقيق في الواسط باش ميبقاش ليا الخيط باين هادك الخيط اللي ما غاديش نخليه حنايا باين علاش انا خدمت بها الطريقة هادي تقدر واحد اخرى تقول لك لا انا غادي نخدمهم عادي وغندخل الخيط فيهم كاملين ونشبرهم زيان فان موهيما هادك طريقة معجباتنيش ادشي لاش مبغيتش ان الخيط يبقى يبين فاخدمت بهاد الاسلوب هادا وانتو ملي بانتلاشي حاجة مناسبة يعني تديرها مشي اشكال فانا غادي نكمل هاد دورة هادي ديالي كاملة ونشوفو الشكل النهائي فهي هادي يعني تبتناها مزيان بطبيعة الحال هادا ماشي هو الشكل النهائي ديال هاد الفراشة هادي هادي راها غير البديا هادي غير سفيفة يعني عوض فاش ندير انا مثلا سفيفة ديال العمارة او سفيفة ديال راندا ولا ديال كروشي ففضلت اناني نستعمل هاد طريقة هادي من بعد غادي نوريكم واحد الرشمة اللي غادي نرشمها ديال غا نخدمها بالموزون وبالعقائق المهم انتظروني في الجزء الثالث ان شاء الله هو اللي غادي نكمل معاكم في هاد الفراشة هادي حتى نوصلوه للنهائي دياله بطبيعة الحال تشوفوا معايا الرشمة كيفاش رشمناها وكيفاش رسمناها ها نوريكم الخطوات كيفاش ترسموها هي رشمة سهلة بزيف وكنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم يعني مبغيتش ندير شي خدمة اللي تكون معقدة ومرونة وحتى الخدمة ديال الموزون راها سهلة وبسيطة بزيف يعني تقدري تطلعها غرف يومين يومين وليح تفسي مانا المهم هو اللبسوها في جيزوين فانتظروني في الجزء الثالث ان شاء الله ومتنسوش تبارتاجي والفيديو مع الناس اللي اعزاز عليكم واللي مهتمين بهد المجال ومتنسوش تدعموني بالضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة